يا أبناء شعبنا العظيم هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس المرأة الفلسطينية لمناسبة الثامن من آذار الذي يصادف يوم المرأة العالمي وأشاد بدورها المحوري في بناء الأسرة والمجتمع ورفعته وتقدمه ووقوفها جنبا إلى جنب مع الرجل في معركة التحرير والبناء وأكد أن الشعب الفلسطيني بنسائه ورجاله سيواصل المضي قدما حتى تحقيق أهدافه وبناء دولته البستقلة بعاصمتها القدس ووجه الرئيس الفلسطيني التحية لأرواح الشهيدات مثمنا صمود الأسيرات المناضلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي معبرا عن اعتزازه بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة الفلسطينية في شتى الميادين